استضاف الإعلامي عمر أديب الفنانة أمال ماهر ببرنامجه الحكاية والمزعب رشاشة كناة MBC في أول ظهور إعلامي لها منذ فترة طويلة حيث تحدثت الفنانة أمال ماهر عن تعاونها مع المستشار تركي ألي الشيخ والنجاحات الكبيرة بينهم وأشادت بتطور المملكة العربية السعودية وعربت أمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي ألي الشيخ من خلال أعمالها الفنية السابقة والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا على السعيد المصري والعربي وأكدت إنها ستعيد هذا التعاون مرة أخرى من أجل تحقيق نجاح أكبر معلقة أنا والمستشار تركي ألي الشيخ بنا نجاحات فنية كبيرة جدا وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون فني بنا تاني وكشفت الفنانة أمال ماهر رأيها في تطورات المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وموقفها من إمكانية المشاركة في موسم الرياض وأشهدت الفنانة بهذه التطورات مؤكدة إنها فخر لكل مصري معلقة أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل في المملكة العربية السعودية بيهتموا فيها بأداء التفاصيل حاجة كده شبه اليوم وبشوف كل الحفلات وعجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات وإن شاء الله قريبا ممكن يكون لي حفلات في موسم الرياض وتطرقت الفنانة أمال ماهر للحديث عن ألبومها أنا كويسة والتي طرحت منه خمس أغاني في وقت صابق مشيرة إلى إنها تعقف على انتهاء التحضيرات الأخيرة من النصف الأخر من الألبوم وأضافت إنها لم تحدد موعد طرحه ولكن سيكون بعد موسم رمضان 2024 وفي نهاية حلقتها مع الإعلامي عمر أديل تمقنت الفنانة أمال ماهر جمهورها ومتبعها قائلة أنا بخير وأليلة الزهور وهبقى معاكم الأيام الجاية وما فيش أي حاجة عندي ولا مشاكل يذكر إن آخر أعمال الفنانة أمال ماهر مني ألبوم بانوال أنا كويسة أصدرته في شهر ستمبر الماضي عام 2023 ويشهد الألبوم عودة الفنانة للصحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب دام لثلاث سنوات حيث كانت آخر أعمالها الفنية بعنوان إلا أدرة وهي تترم وسلسل ليلة الذي عرض عام 2020 وكمن بطولة الفنانة أمينة خليل في وقت صابق أجرت الفنانة أمال ماهر عملية جراحية وتسائل الجمهور عن حالتها الصحية حينها وتمقنت الفنانة أمال ماهر جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية وذلك بعد خدوها لعملية جراحية مشيرة إلى إن حالتها الصحية جيدة وذلك عبر حسابها على موقع X معلقة بشكل كل الناس والجمهور والحبايب لسؤالهم عني وأحب أطمونكم عملية بسيطة وأنا الحمد لله كويسة ترجمة نانسي قنقر